أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن إقامة مباراة ودية تجمع المنتخب الوطني بالمنتخب الإماراتي في الرابع من شهر أيلول المقبل ضمن تحضيرات المنتخبين لاستكمال مشوارهما في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ويبدأ المنتخب الوطني تجمعه الأول خلال شهر أيلول المقبل بعدما توقفت تدريباته طيلة الشهور الماضية لتوقف النشاط الرياضي جراء جائحة كورونا وتشكل المباراة فرصة مهمة لمدرب المنتخب الوطني البلجيكي فيتال ونظيره مدرب منتخب الإمارات الكولومبي لويس للوقوف على جهزية لاعبين الفنية والبدنية يشار إلى أن المنتخب الوطني سيستأنف مشواره في التصفيات بلقاء مضيفه الكويتين في الثالث عشر من شهر تشرين الأول المقبل دخل فريق شباب العقبة معسكرا مغلقا تحضيرا لاستئناف دور المحترفين الذي سينطلق في الثالث من شهر آب المقبل تفاصيل أكثر عن تحضيرات العقبة في التقرير التالي في الوقت الذي يقترب فيه موعد انطلاق دور المحترفين لموسم 2020 تسابق الأندية الوقت للتحضير بشكل جيد قبل خوض المنافسات الرسمية من مدينة العقبة يرفع نادي شباب العقبة من وطيرة استعداداته من خلال معسكر مغلق تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة رائد الداود بعد أن كان يتدرب خلال الفترة الماضية على ملعب الأمير حمزة في الزرقاء التدريبات التي جرت على ملعب تطوير العقبة ركزت على رفع الجاهزية البدنية لللاعبين خاصة بعد التوقف الذي دام لثلاثة أشهر بسبب تعليق النشاط الرياضي إثر جائحة كورونا الجهاز الفني بقيادة المدرب رائد الداود أكد بدوره أن الجميع يعمل بجد لاستثمار الوقت بهدف الوصول للجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة مبينا في نفس الوقت تواجد جميع اللاعبين بمن فيهم المحترفون في التدريبات وأنه لا غيابات حتى الآن في فريق العقبة الفرق جميعها تأثرت في فترة التوقف الطويلة والعقبة يعي جيدا أهمية التحضير في الوقت الحالي فمن يحضر جيدا سيكون الأميز عند استئناف الموسم الكروي الحالي عقد اتحاد ألعاب القوى مؤتمرا صحفيا بحضور رئيس الاتحاد سعد حياصات للحديث عن المرحلة المقبلة للاتحاد وأتحدث لحياصات خلال المؤتمر الصحفي عن العديد من القضايا التي تخص اتحاد اللعبة خصوصا بما يتعلق بإسقاط أربعة من أعضاء المجلس لمخالفتهم لوائح وقوانين النظام الأساسي للاتحاد وعن المرحلة المقبلة أكد لحياصات بأنه تم تثبيت موعد بطولة العالم للألترا ماراثون في الثامن من شهر كانون الأول في مدينة العقبة بالإضافة إلى استحداث بطولات تنشيطية ويواصل الاتحاد الترتيبة لاستضافة بطولة أسيا للشباب والشابات لا شك أن الاتحاد بصدد إقامة عديد من البطولات سواء على سعيد الأندية وإضافة البطولات المفتوحة الأشياء المهمة القادمة قريبا هي بطولة اكتشاف المواهب في كافة محافظات المملكة سنذهب إلى الميدان ونحاول قدر إمكان أن نوصل إلى كل المواهب الأردنية في كافة مناطق المملكة سيكون لدينا العقبة ومعان والطفيلة سيكون لها يوم الاكتشاف المواهب بالإضافة إلى الأغوار والكرك ومادبة في كافة محافظة المنطقة المملكة بدون استثناء عنا سيكون لدينا بطولة غرب آسيا للشباب والشابات بشهر عجرة بالإضافة إلى بطولة العالم لصباح الخمسين كينيو سيكون في مدية العقبة بسبعة اتناش أعلنت محكمة التحكم الرياضي عن إلغاء عقوبة حرماني فريق منشستر سيتي الإنجليزي من المشاركات الأوروبية والاكتفاء بتغريمه ماليا جاء هذا خلال بيان لمحكمة التحكم الرياضي أوضحت فيه تغريم منشستر سيتي مبلغ عشرة ملايين يورو ورفع العقوبة التي كان فرضها سابقا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على منشستر سيتي بمنعه من المشاركة في المسابقات القارية في الموسمين المقبلين إضافة إلى تغريمه مبلغ 30 مليون يورو لاتهامه بتضخيم إيرادات الرعاية ليخفي مخالفات حصلت بين 2012 و2016 لقواعد اللعب المالي النظيف حيث كان الفريق الإنجليزي قد استأنف العقوبة رافضا جميع الاتهامات التي وجهت إليه